هو سباق مع الزمن ذلك الذي تقول السلطات الصحية بحضر موت الساحل إنها وجدت نفسها مجبرة على خوض ضماره خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف أول حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة ففي هذا المبنى بمنطقة فولوك غربي المكلة تجري تحضيرات متسارعة على مدار الساعة لتجهيز مستشفى للحميات ومركز عزل لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورو في تسعة عشر هذه الغرفة واحدة من غرفتين تشكلان قسم العناية المركزية بالمستشفى المستحدث هنا يقوم هؤلاء الأطباء بالإشراف على تجهيز القسم بالأسرة والتأكد من عمل أجهزة التنفس الصناعي وغيرها مما توفر من المعدات والأجهزة الطبية التشخيصية فيما يعمل الشاب أحمد باجوه مع عدد من رفاقه على استكمال تجهيز وتركيب عنابر الترقيدي والمعاينة هذه التجهيزات التي طلعتوا عليها ليست تجهيزات كاملة للمستشفى بكل ما تعنيها الكلمة معنا هناك ناقص وهناك احتياج كبير لتوسع وزيادة أجهزة التنفس الصناعي وزيادة أيضا في العناية المركزة وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وهناك احتياج كبير لبعض الأشياء أو بعض النواقص الأجهزة التشخيصية هذا المخيم المشيد خارج مبنى المستشفى سيكون بعد الانتهاء من إعداده بمثابة محطة لاستقبال وفرز الحالات الوافدة إلى مشفى المعالجة في حالة توصول أي حالات بدون تحويل أو حالات مشكوك فيها يتم استقبالها في هذه الخيمة وأيضا في حالات تحتاج إلى ترقيدي إلى أربع ساعات ما فوق قبل أن يتم تأكيدها مخبريا من خلال جهاز الوحدة بي سيار فالذين سوف يدخلوا للمبنى عبارة عن حالات مؤكدة حالات فيروس كورونا مع مصابة مؤكدة أما الحالات التي غير مؤكدة نستقبلها ونفرزها وننتظر تنتظر في الخيمة حتى يتم تأكيدها وفي حالة تعانى في الحالة يتم رجوعها إلى أي مستشفى المستشفى التي قدمتها ويتوقع أن يتسع هذا المستشفى المستحدث لنحو 150 سريرا وهذا رقم يبدو صغيرا للغاية مقارنة بتعداد سكان ساحل حضر موت الذين تجاوزوا في العام 2018 حاجز الثمانمائة ألفين سماة محمد اليزدي لقناة بلقيس المكلام